أصعب الطرق إلى التعليم هذه التي يقطعها محمد كل يوم من وإلى مدرسته حاملا راية العلم والمعرفة فمنذ ثلاث سنوات بدأت معركة محمد وزملائه مع هذا الجبل الذي يفصل بين مديريتي المسراخ وسامع جنوبية محافظة تاعز بعد عدم الالتحاق بمدرسة عزلته في الأقروض بسبب اكتضادها بالطلاب ليضطر للدراسة في مدرسة بعيدة تقع في سامع يطوع الجبل أمام إرادة محمد وإصراره في تحقيق أحلامه وإكمال مشواره التعليمي الذي سلك فيه عشرات الآلاف من الكيلومترات طوال سنوات أذهب كل يوم إلى مديرية سامع أتعلم نقلته إلى هناك بالصف الأول الثانوي لأن في المدارة المجاورة لم يقبلوا لنا بسبب ازجحام الطلاب اليوم وبعد معاناة طويلة لمنطقة الأقروض بالمسراخ من شحة المؤسسات التعليمية افتتحت السلطة المحلية في تعز مدرسة السلام ليتحقق حلم محمد والألاف من الطلاب بتلقي الدراسة في قريتهم يضيف هذا المبنى إضافة نوعية إلى مسيرة أبناء الطلاب التعليمية هذه المنطقة التي كان يحرم أكثر من ثمانين في المئة من أبنائها بسبب بعد المدرسة أقرب مدرسة إليهم يزيد المسافة عن ثلاثة كيلو فلا يستطيع الأطفال الصغار أن يصلوا إلى المدرسة ليتلقوا تعليمهم آمنة وحليمة وعائشة وتوكل نساء كنا السبب في منح مستقبل جيل شيئا من الأمان ذلك أن هؤلاء النساء وهبنا أرضهن واقتلعنا شجرة القاتل منها لصالح بناء مدرسة فيما ذهبت الأخيرة عبر مؤسستها توكل كرمان لتشييدها على هذا النحو لقد وصلت الجمهورية اليوم إلى منطقتنا يقول الأهالي لا الطلبة حق بلادي لا أقه الله مدرسة لواقه الله درسوا لا سامع كانوا لا سامع لا نبادل إلى كل مكان يشيروا دوروا درسة دوروا درسة أتبرعنا بأرض بيئة لكن دينا لهم يدرسوا تعلموا أتبرعت بالأرض من شأن المدرسة من شأن العبوها لنا يتعلموا لأنه مقاصر يا بني من التعليم مقاصر من التعليم تزدهر الإبتسامة هنا في محي الأطفال فيذهب الجميع بشغف لمطالعة مدرستهم التي اتقع على بعد كيلو مترات قليلة من مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإيرانية التي ترى في تجهيل الشعب سلاحا يمكنها من السيطرة على البلاد بأقل التكاليف نحن سعداء جدا بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته مؤسسة توكل كرمان والمقدر بمئتين ألف دولار لبناء مدرسة السلام الأساسية والثانوية للبنين والبنات خمس قرى مترامية الأطراف في منطقة حجر بالأقروض يقطنها آلاف المواطنين حالمين بمشاريع طبية وتعليمية تنقذ السكان من الجهل والمرض مثل افتتاح مدرسة السلام بمنطقة حجر الأقروض في مديرية المسراخ نافلة أمل لأبناء هذه المنطقة للحصول على الخدمات العامة التي حرموا منها منذ عقود من الزمن عدر عزة بحان يمن الشباب من منطقة الأقروض بمديرية المسراخ في محامضة تعز